السلام عليكم أجي واذا عمرك سويلتي راسك ما سوف نستفده إلى المغربة كأس العالم لماذا كان الكثير من الناس الذين لم يروا شحة فرحان مع المنتخب يريدون أن تضعوا عليه بهذه الجملة المشهورة ما سوف يعطيك أنت إلا ربعه اليوم نجفت لكم الجواب لكي تدفع على راسك أو على الأقل تبقى فرحان ولا يخسر لك الفرحة إذا على بركة الله لكن لا تنسوا شاركوا الفيديو مع الأصدقاء وكذلك المتشائمين منهم وديروا جيم وشجعونا لكي نعطيكم أكثر وأكثر إذا السؤال هذا هو 10 ربحات فرنسا التي ذات منذ 2018 وكذلك نقبل إسبانيا وألمانيا والأرجنتين وبعض الدول الأخرى وماذا فعلا كان قيمة مضافة لهذه البلدان من ناحية الاقتصادية وكذلك الإجتماعية فحسب مجلة فوربز الاستفادة تكون مباشرة وغير مباشرة وهذا اللحظوه من بعد ما داروا دراسات على النمو والتطور اللي كيوقع في الدول اللي كتربح كاس العالم يعني هذا الشيء ليس يجبتم عندي فهذا الشيء دراسات اللي داروا الناس مختصين في المجال وكذلك لكي لا تضحكوش عليا أنا ما شيء أقول لكم باللي غادي ندعوا كاس العالم وخاء هذا حلم مشروع لأي منتخب كيشارك في كاس العالم لكن هذه التطورات اللي كتوقع فرق توقع كذلك للدول اللي كتوصل الأدوار متقدمة بحل هالدور اللي وصلنا ليحنا دابا دور 16 إذا دابا فرق مرتب من أحسن 16 فريق في العالم اللي كيلعبوا كرة ديلة القدم وبالتالي نتمنى ونصلوا لأعلى المراتب ونديروشي مونديل ليبقى تاريخي واخحنا لحد الآن فرق باسمنا فعلا على مونديل تاريخي إذا الاستفادة المباشرة هي أن كل المنتخب ربح كاس العالم كي ياخد 42 مليار دولار وهذا المبلغ كتاخده الجامعة وهي اللي كتقرر شحل تعطي العابة والتقم والمدرب دياله وشحل غيبقى لها وهنا غناخده أحسن جامعة اللي عرفت كيفاش تستفد من هاد الفلوس وهي الجامعة البرازيلية اللي اعطته واحدة نسبة للمنتخب واللي بقى دارت به أكاديميات للتكوين اللي بدورهم غيعطونا العابة جداد اللي غيخلوا البرازيل دائما متميزة أما بالنسبة للإستفادة المغير مباشرة واللي كتهمنا أكثر فهي الفرحة الكبيرة اللي كفرحة الشعب واللي كتنعكس إيجابا على الإنتاجية دياله وكتطلع الإنتاج وبالتالي الاستهلاك كذلك والدليل هو أن كل واحد فينا من اللي ربحات المغرب خرجوا عبر على الفرحة دياله وأنا على يقين أنه في اليوم الموالي مشى العمل دياله ناشط فرحان وقدر يعطي كتر وكتر من كيف كان كيعطي وبالتالي زادت المنتجية دياله ودبا كذلك غندزوا لواحد الميدان آخر اللي هو السياحة فالتخيل معي أخي كان دول أوروبية وولايات أمريكية وبعض الدول المتقدمة لأول مرة كيشوفوا دول بحال المغرب السنغال في الدور السطاش في مواجهة الدول ديالهم اللي كانوا متعودين أنهم يشوفوها فبكل تأكيد هذا الجمهور هذا اللي غيشها هذه المبارايات اللي كيتقدر بالنصف متاع السكان لكرة الأرضية فضروري غادي تلتباه ديالهم هادي الدول هادي وغادي يبغيوا يعرفوا عليها اكتر اكتر وهذا الشي هو اللي كيشجع سياحة اكتر واكتر ومن جهة أخرى كذلك فالمتيازات اللي غادي ربحهم هو أن الفرق الأوروبية الكبيرة من طبع الحال كيويلي وصفتوا الكشافة ديالهم للبطولات ديالنا وغيطلعوا الأسهم للعابة ديالنا وبالتالي كذلك فالمرضودية هادي اللعابة ديالنا غادي نشوفها كتتطور كتر وبالتالي غادي تولي البطولة تقدم لنا لاعبين متميزين وكينة بعض الفرق كذلك اللي كتقدر تفتح أكاديميات في المغرب لتكوين المواهب كيف قدرت مثلا الأكاديميات ديالك باي اس جي يعني باريسان جيرمان فراه اللي ساكن في مراكش غادي عرف بللي فتحت واحد الأكاديميات مشحالة دي في مراكش كتكون فيه مجموعة متاع الشباب واللي بن فيه شوية ديال الضوء واللي يستهل فراكيقة ديال الوريقة دياله كي يمشي لخارج المغرب وبالتالي يحترف أفضل الفرق العالمية وهذا الشي كله كين عكس إيجابا على المنظومة الكروية في المغرب اللي كنتمنون لها دائما تقلق ودائما نكونوا في القمة عربيا افريقيا ولملا إذا أخوتي وصلنا لنهاية الفيديو إذا أعجبكم الفيديو بارتجوه مع أصدقاء المهتمين لبنجال وإذا كنت هدية أول زيارة في القناة لا تنساش الاشتراك وتفعيل الجارس باش يوصلكم الجديد ديالنا أول بأول